السلام عليكم ورحمة الله معكم رامي ومرحبا بكم من جديد في قناة فيجي ستيشنز عود صراحة أن أشكركم على تفاعلكم الإيجابي في الفيديو الأول من السلسلة الصغيرة لقصص الحرب العالمية الأولى وإذا كنت لم تشاهد الفيديو الأول فعليك أن تشاهده أولا لتفهم جوهر هذه السلسلة وسوف تجد رابطه في خانة الوصف قبل أن أواصل في ذكر معارك حاربة فيها المسلمون أثناء الحرب العالمية الأولى لابد أن أذكر عدة نقاط لكي أضعكم في الإطار الصحيح وأمهد لكم هذه المعارك وسوف أقتصرها بسرعة لكي أؤتي إلى الفيديو إن الخلافة العثمانية استمرت قائمة لما يقارب 600 سنة ولقد كانت من أعظم الإمبراطورية تتعرفها التاريخ الإسلامي والعالم كانت إمبراطورية عظمى وقوية نذك ولكن لكل بداية نهاية والمحزن أن للعرب كان لهم دور كبير في إسقاطها وتقسيم ما تبقى من الأمة الإسلامية وسوف أتكلم عن هذه النقطة بعد حين ومن فضلكم ركزوا في كلامي جيدا لأنني سوف أسرت قصص وأحداث مسترسلة لكي تفهموا ما الذي حصل بالضبط إبان الحرب العالمية الأولى من جانب العثماني ومن الجانب العربي بطبيعة الحال قبل أن تأتي الخلافة العثمانية تمكن المسلمون من فتح مكن كثيرة في القارة الأوروبية والأسيوية والإفريقية لعدة سنين ومن ثم حدثت الحمالات الصليبية فخسر المسلمون الكثير من الأراضي ولعل من أبرزها الأندلوس بعد قرون تمكنت فرنسا من احتلال كل من الجزائر وتونس والمغرب وموريطانيا وقامت بتجنيدهم غصبا عنهم طبعا هناك خونا إلى خره ولكن أنا التكلم فقط عن الرجال وبريطانيا احتلت مصر وفعت نفس الشيء وأيضا تم احتلال ليبيا من قبل الإيطاليين إلى حد هذه اللحظة فإن المشرق الإسلامي باستثناء مصر كانت تحت حكم الخلافة العثمانية وتابعا المغرب الإسلامي ليس وليما كافية لدول الكوفر فلابد أيضا من ضم المشرق الإسلامي لتولد العشاء وهنا تبرز شخصية غيرت مجدد تاريخ الأمة الإسلامية أو ما تبقى منها أنذاك إلى الظلام والانقسام والتفرقة حتى أن وصل الأمر إلى خلق الطائفية بين المسلمين هذه الشخصية اسمها توماس إدوارد لورنس ويعرف أيضا بلورنس العرب ولكنه ليس بعربي وصدقوني لو لا احتراما لما سامعكم لوصفته بأبشع وأقفر الصفات والعبارات طبعا تم اعتباره بطل وقائد وتم تمجيده في التاريخ الأوروبي إلى خره حتى أن أستوديوهات دايس خصصت له حزمة باسمه سوف تصدر في لعبة بطل في دوان وسوف تضيف أسلحة وإشياء قام بإستخدامها في الحرب العالمية الأولى المهم هذا الشخص هو عبارة على جاسوس تم إرسله من قبل بريطانيا إلى المشرق الإسلامي من أجل تحريض العرب لينقلبوا على العثمانيين في سنة 1909 زار سوريا وفلسطين بتعلت التنقيب على الأثار وعاش في سوريا لمدة ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة تعلم اللغة العربية وأصبح فسيحا فيها وتقرب بشكل كبير جدا من العرب الذين كانوا يعانون من ظلم بعض الحكام العثمانيين أن ذلك وتميز إتراك عليهم أو الأتراك عليهم في بعض المناطق وكان من المتعاطفين معهم بل أصبح له اسم بين العرب عند اندليع الحرب العالمية الأولى قامت بريطانيا بالاستفادة منه بما أنه كان يخالط العرب كثيرا بل كان واحد منهم تقريبا وكان يعرف المناطق والأماكن الاستراتيجية إلى خره في المنطقة استغل معاشرته للعرب وقام بإهامهم أنه يريد مصلحتهم ويريد أن يساعدهم في مواجهة الغطرسة العثمانية أو التركية وقام بتشويس صورة العثمانيين بين العرب ولكن كان عامة المسلمين يؤيدون الخلافة العثمانية فهم يرونها حامحة من الإسلام من بطش دول أوروبا طبعا هذا الأخير نجح في كسب قلوب العرب وأصبح قائدهم العسكري فيما يعرف بالثورة العربية الكبيرة والتي بدأت أو اندلعت في سنة 1916 فلقد استشعر المكان العالي للشعور بالوطنية في نفوس العرب أنذاك أو كما يطلق عليها أيضا بالقومية العربية التي كانت بعيدة كل البعد بل لا علاقة لها بالإسلام وقام باستغلال هذه النقطة أو هذه الثغرة وحينما طيقنا كليا بأن الثورة يقدها الشريف حسين ثورة عربية قومية وليست ثورة إسلامية أصلا اجتهد جاهدا وقام بمساندة العرب بكل ما أوتي من معرفة وعلم بالحروب والخطات العسكرية وتمكن من تحقيق الانتصار على العثماني في عدة معارك من خلال استغلال حرب العصابات وقطع الطرق بل وصل به الأمر إلى قطع خطوط الاتصال والإمدادات للعثمانيين بالكامل في بعض المناطق مما جعلهم غير قادرين على محارب دول التحالف بل كانوا في تسلل وهذا أضعف القوى العثمانية بشكل كبير في المنطقة المضحك أنه كان فقط مجاهد يشاهد وكان العرب يقومون بتنفيذ ما يأمرهم به فهم كانوا في الواجهة الأمامية فقتل من قتل وجرح من جرح طبعا العرب إلى حد هذه اللحظة كانوا يعتقدون بأنه يساعدهم لأكثر ولا أقل وحينما عرفوا حقيقته وأدركوا بأنهم كانوا مجرد دماء العاب وأنه تم استغلاله من قبل دول التحالف على رأسها بريطانيا لتقسيم المنطقة إلى دويلات البعض منهم انشق وثار وحارب بريطانيا وحلفائها فقتل وقوتل أو أغتيل والبعض الآخر رضي بالذل وسكت والبعض الآخر خان ليس فقط القومية العربية كما يزعمون بل خان هذه الأمة الإسلامية بأكملها فعلا التاريخ عميق بقصصه وأحداثه وما قدمته لكم في هذا الفيديو لا يعتبر إلا قطرة ماء في بحر وفعلا أشجعكم على العودة للتاريخ فهناك أشياء سوف تتعلمونها منهم طبعا تماكنت أوروبا بعد ذلك من تقسيم المشرق العربي إلى مستعمرات أيضا وأهدت فلسطين إلى اليهود في طبق من ذهاب لإنشاء دولتهم العرب كانوا مجرد حشو مدافع في صراع العمالقة العرب في المغرب كانوا يحاربون في صف دول التحالف والعرب في المشرق كانوا يحاربون في صف دول المركز صدقوني حينما أقول لكم أن هناك مقابر في ألمانيا واليونان وفرنسا للعرب الذين تمت تلاعب بهم في تلك الفترة لدرجة أنه لا يوجد أسماء على مقابرهم كانوا نكرة بينما التاريخ الأوروبي حافل وملئ بقساس أبطال الحرب العالمية الأولى وتضحياتهم إلى آخره وهم في حقيقة الأمر مجرد مجرمي حرب لغير المؤسف أكثر أننا لا نمجد أبطالنا حتى في مدارسنا لن ندرس تاريخنا الحقيقي بل ندرس الإمبراطورية الرومانية والثورة الفرنسية وتاريخ أوروبا وأمريكا إلى آخره إلى آخره إلى آخره ومن جديد أدرسوا تاريخكم بأنفسكم ولا تنتظروا من أحد أن يعلمه لكم تاريخنا الإسلامي يحتوي على أعظم الأبطال وأحسن القصص تاريخنا الإسلامي شرف لنا وأكتفي بهذا القطر من الكلام أنني تفعلت نوعا ما ولكي لا أخرج عن سياق الحديث المهم في الفيديو القادم إن شاء الله سوف أتطرق لمعركتين أنا متأكد بشكل كبير أنهما سوف يكوناني أو تكوناني حاضرتين في أحداث لعبة Battlefield 1 هذا ولا تنسوا مشاهدة الفيديو الأول الذي كان حول معركة جليبولي هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو مشكورين على المشاهدة لا تنسوا أن تزوروا موقعنا الفيديوستيشنز دوت كوم للمزيد من المعلومات والتفاصيل غير ذلك أراكم إن شاء الله في فيديو قادم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر